نحن طرحين على رواحنا نسكن قوة اقتراح، قوة فعل وقوة تفاوض ستون عاماً مرت على تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس هذه المنظمة النقابية الطلابية التي لا طالما ناضلت من أجل الحفاظ على استقلاليتها ضد جميع الأنظمة الحاكمة بعد الأعلان عن نتائج المؤتمر 25 أكد الأمين العام للاتحاد على مواصلة نضال المنظمة وثباتها على مبادئها في الانحياز التام لقضايا الشعب التونسي نحن نعتبر أن الجامعة ما هيش محايدة وأنه اللي يحب يحط الجامعة وكأن الطلبة جزء معزول عن الشعب التونسي وكأنه فضاء محايد ما عندوش موقف في البلاد رأوا غالط لأن الطلبة ما هيش محايدة وطلبة كيما قلنا في شعار المؤتمر معاق الديمقراطية وضد الاستبداد الطلبة هذه ترباتها على الثوابت الاتحاد العام لطلبة تونس عنده الثوابت اللي هي القيمة متع الحرية ومتع الكرامة ومتع المساوات ومتع العدلة الاجتماعية ومتع الديمقراطية نحن معاق الثوابت هذه ونحن مناشنا محايدين دع المكتب التنفيذي خلال هذه الندوة الصحفية إلى ضرورة توحيد الجهود بل انضمام إلى الملتقى الطلاب الصيفي الذي سينظمه لاستكمال بناء هياكل المنظمة وإرساء أطر جديدة لتطويل عملها تكون مسايرة للواقع الطلابي ما فاميش جزوز مؤتمرات فامي مؤتمر واحد والباب مفتوح لجميع المكونات الطلابية إنها تلتحق في الملتقى الصيفي اللي مقرر باش ينعقد ما زالنا ما حددناش المكان لكن باش يضم جميع مكونات الحركة الطلابية اللي شاركة تقبال 14 جنفي أو بعد 14 جنفي التحقت يعني بمسار النضال بالنسبة الاتحاد طلبة الحوار مازال مفتوح بين الأطراف هذه كل في انتظار أنه يتمر السنة هذه لسنة البناء والهيكلة بالنسبة لنا هذا هو الهدف الرئيسي يمتعنا من المؤتمر هذا هذا وقد قدمت القيادة الجديدة للاتحاد أهم نقاط البرنامج الاستعجالي للمنظمة المتمثلة أساسا في ضمان عمومية التعليم ومجانيته وإلغاء منظومة أمد والترفيع في المنحة الجامعية إلى جانب توفير السكن والنقل المجاني لجميع الطلبة بالنسبة للبرنامج الاستعجالي من الاتحاد العام لطلبة تونس فيما يخص أولا برنامج للمداء اللي لزم مراجعته أو القضاء عليه تماما كذلك تحسين بنية تحتية للجامعات خاصة في ذل سياسة تفريغ الكليات اللي اعتمدها بن علي واللي قسم فرق الطلبة بتقسيمهم إلى كليات أخرى يعني فروع جامعية أخرى كذلك نطالبوا بتحسين شروط المنحة الجامعية أو تعميمها على كافة الطلبة كما ذكرت سابقا اللي طالب التونسي يعاني من جوع يعاني من مشكلة في الكراع الطالب التونسي اليوم متشرد في بلاده ما عندوش حق الكريم ما عندوش حق ويني بيت هذه أهم نقاط وأهم برامج الاتحاد العام لطلبة التونس جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية شعار تعهد المكتب التنفيذي بتكريسه ومواصلة النضال للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لعموم الطلبة